الله معكم احبائي راح احكي اليوم عن اوضاع باوكرانيا اليوم سباة عشر تموز يليو الفان وثلاثة عشرين راح بلش ببخمت واجع احكي جانون دوناسك ارجع احكي عن الكرم بشكل موسع عن الضربة بشكل كبير ونجع نحكي بالتكتيك عن الشكل الصغير كيف كان عم بتأثر هذه الضربة راح بلش ببخمت المعارك عنيفي عم نحكي عن هجمات وهجمات مضادة طرفين عم بيقوموا فيها بمحيط كورديوميفكا بالمنطقة هون اضافة الى ضغط غربك لشيفكا وشمالك لشيفكا وايضا كان فيه عم ينحكي عن هجمات وهجمات مضادة بين الكطاع الخاص وايفانيفيسكي الطرفين عم بيسعي هجموا بعض بالمنطقة هون هايدي ايضا كان فيه ضغط عنيف من الطرفين ببرخيفكا وياهيدني ولكن ما نبين شي اي حتى اللحظة من اتظار هذه الهجمات والهجمات المضادة للطرفين بمحيط جنوب دوناتسكي عم ينحكي في اسر اثنين من الوقت اثمان وثلاثين للوقت الاوكران بمحيط طوال الليل الاصف كان عنيف جدا بين الطرفين الوقت الاوكرانية كان عم تجرب خلاله تهاجم ولكن كان فيه تصدي من الوقت الروسية حتى اللحظة ايضا حكي انه في مجموعة اوكرانية من خمس عشر شخص كانت عم تهاجم من شمال شرق اه يوروزين ولكن علقت بحقول الغام الروسية بالمنطقة وما نعرف ما صيره حتى اللحظة هلأ مروح على الكرم والضربة الاوكرانية على جسر الكرم طبعا احبا اه بس بشكل سياسي هنحكي تصريحان سياسية نجح نحكي بالامور العسكرية الاوكران اتهموا بداية كييف او الاوكرانية بالوقوف خلف التفجيرات اتهموا المخوات الامريكية والبريطانية بالمشاركة بهذا العمل طبعا راح نحكي شو اللي عم بحاولوا كان يعملوا الاوكران طوال هذه الفترة وكان متل ما بتعرفوا خلال هجوم المضاد عم نحكي هذا الجزء من اوكرانيا الكرم خيرسون زابوروجي ودوناتسك كان يجروا يهاجموا ويكون له موطق قدم بالمنطقة هون يعني عم نحكي نحنا منطقة زابوروجي جنوب دوناتسك يعني هذا المنطقة هون بالمحور هيدا كله اه كان هدف طبعا وصول الى توكماك بداية او الوصول لحقا الى ميريتوبول او برديانسك او يوصل عبر جنوب دوناتسك الى ماريوبل من عدة اتجاهات طبعا الهدف بداية كان وصول الى توكماك ومنحك من خلاله اما الوصول الى الساحل او التوقف هنا اه لاش لانو الروس بيجيين امداد طريقتين بيجيهم من البر الروسي عبر جسر الكرم بيوصل الى الكرم ولحقا الى خيرسون او بيجيهم من البر الروسي بالمنطقة الى ميريتوبول عبر طريق بري ساحلي برديانسك وبيروح الى خيرسون او بيجي الى الكرم فهدال الطريقين اللي بيعتلم دولين الروس بالمنطقة هون الاوكران عم بيجروا يقصم المنطقة الى قصمين اظم اه عبر توكماك باتجاه جنوبا فورا باتجاه جسر الكرم عنا واحد وعنا اثنين او خلال من ثلاثة واربع عمانا مشكلة اه خيرسون الكرم وجزء من زابروتجي على حدة وجزء كبير من زابروتجي ودوناتسك والبر الروسي على حدة اخرى هلا الاوكران متل ما شفنا عم بيجروا يتقدموا بالمنطقة هون وعندهم موطر قدم بمنطقة خيرسون هون وعم بيجربوا من خلاله هاجموا يعبروا الضفة يعبر كامل هذا الانتداد بكامله ولسه عندهم محاولة عبر محطة زابروتجي النووي يعبروا من بعد من النهر نشرف ولكن ما قموا فيها حتى اللحظة باليام الاخيرة كانت الولايات الاوكرانية عم تستهدف خليج سيفاستوبول وهم بنا نتبه لهذه والشارات الجديدة بمسيارات طائرات بدون طيار وبكوارب غير مأهولة ايضا مثل الطائر بدون طيارة بيتم تحكم فيها عم بعد كان عم بيتم استهداف خليج سيفاستوبول ولكن السفر الروسية والانظمة تدفاع الجوية تصدوا لهذه المسيارات والكوارب طبعا عم تنطلق من اودسا الروسي عنده شغلة هو انه كان يحاول يغلق البحر امام القوات الاوكرانية وينهي صفت الحبوب خصوصي متنهم الاوكران ما او البقية ما تم الالتزام بالوعود اللي قطعوه فيوم تنتهي ويوم بين النتيج عفوا وخصوصي بعد هالضاربي لجسل الكرم رح يجتمع رئيس بوتن مع مجلس الامن وياخدوا ارارات فكله رح يكون مرتبط ببعضه فشو اللي صار عنا حاليا عنا الروسي عم يجرب يسكر البحر اسود واوكراني عم يجرب يهاجم من المنطقة هون ايضا يعني الاوكراني ما عم بيكتفي انه يهاجم عبر خيرسون باتجاه خيرسون وعبر زابوروجي لا عم يجرب ايضا يوسع الضغط على الروس ويهاجم عبر كامل هذه المنطقة متل ما شايفين يعني عم يجرب يوسع الاتجاهات كلها ويدغط على الروسي اكتر واكتر هلا طبعا الروسي نتعون حطني انزمة حرب الاكتروني دفاع جوي والاخره ولكن بنشوف فعاليتها بالتصدي هدا عم نحكي عن مستوى المسيارات او الصواريخ في حال تم استخدامها بشكل كثيف من اوديسا وخيرسون او منطقة زابوروجي عن مستوى الكوارب غير مأهولة بدنا نشوف ادياش ادريني يتصدوا عبر البحر لهذه الكوارب غير مأهولة خصوصي بحزم مساعدات العسكرية الاوكرانية متل ما ذكرت سابقا في صواريخ ضد السفن ايضا الروس اذا بدون ينشر سفنهم بالمنطقة هون ويغلقوا يعني يحاولوا عبر السفن تاغلاق البحر في صواريخ ضد السفن فهون رح تكون بخطر فما نشوف هال العملية اللي عم تقوم فيها الاوكرانية والاوات الروسية بنفس الوقت اه لوين رح تنتوصل ولوين رح تنتج هلا طبعا احبقي منذها المنتظرين ولكن في شغلي بتعبر عنها الموضوع وهي ملفتة للنظر خصوصي بموضوع الدفاعات الروسية على مستوى البحر ضد الكوارب الغير تم استدافة هذا الجسر ومن اي اتجاه من الجهة الشاملية او من الجهة الجنوبية هلا من برش من الجهة الجنوبية رسمة عين هو الهجوم يكون من الجهة الجنوبية على الجسر لانه تعرف واجهها كلها تحت السيطرة الروسية فمستحيل باعتقاد الروسي انه الاوكراني ما له محل يحط يستخدم شي ينطلق منه يهاجم الجسر فعم يكون عمل الروس دفاعات مناسبة بالمنطقة هون بالوسائل المناسبة لا يمنعوا دخول هذه الكوارب او اي سلاح ممكن تستخدم الوكراني وتفجر الجسر طبعا اذا الجسر تم تفجير من الجهة الجنوبية فمعنطا في خلل او ثغرة بالدفاع الروسي بالمنطقة هون عم يحكى كيف تم الهجوم من الجهة الشمالية كيف ممكن يكون صار سفن تجارية دولة يعني سفن هنا بتحمل عالم دولي ثالثة اجت على اسطنبول على تركيا على ابروس وعبر مساعدة المخاوطة الامريكية والبريطانية دخلت وخرقت الاجراءات الامنية الروسية ورجعت وقفتهم ببحر ازوف وانطلع مننا هذا القارب غير مأهول ورجع وقف تحت الجسر وتم تفجيره فلذلك بنظل منتظرين لأي فرضيه بتكون الصح ولكن بكل الاحوال اجراءات فيه ثغرة وفيه اجراءات غير كافوة بكل الاحوال منامية بالمية مسكرة المنطقة فلذلك احبا بنظل منتظرين الاوكران عم يشتغلوا خطوة خطوة ولكن الروس ايضا عم يجربوا يخطو خطوة حول مثل تلكم اغلاق البحر الاسود امام السفن الاوكرانية وامام السفن كحبوب والاخره ويجربوا يسكروا ويدغطوا اكتر باتجاه او يكتفوا بالاغلاق هون ليتطوقوا المنطقة ويحموا انفسهم من اي شي بيجي من اوكرانيا او بينطلق من اوكرانيا وممكن يلتف على الجزيرة او بالشكل التالي فبنظل منتظرين هل رح ينجح الاوكرانيا يهاجم عبر خيرسون بنفس الوقت ويدغط على السفن الروسي في حال انتشرت بكامل البحر الاسود بالمنطقة هون ويدغط على الكرم ويدغط من جهة جنوب زابوروجي ويقدر يفصل يعمل هذا الشرخ بالمنطقة هون يفصل السيطرة الروسية بالكرم وخيرسون وجزء من زابوروجي على حدة والجزء الاخر على حدة بنظل منتظرين لو يمكن تقدي هذه النتائج يعني عم نحكي هون عنا معارج بالبحر الاسود عنا معارج برية وعنا هجوم بالمسيارات ننظر منتظيم موضوع الاف 16 فاحباي الموضوع طويل وشائك انا بتمنى وحابب اسمع اراءكم طبعا متل اتعطيت لكم بكل احترام وتهذيب ودايما انا مشكوركم على المتابعة والثقة والاحترام اللي عم تبدوه بحباي بتمنى اللي عم بيشوف الفيديو او مرة اللي يسجل اشتراك بالقناة بتمنى اللي تتفاعل وعليه بشكل كثيف لينتشر على اليوتيوب هذا كان كل شي حتى اللحظة اي شي جديد انا برجع بخبركم عنه والى اللقاء بفيديو اخر وداعا